السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي تالت عديدي عاملين ايه وحشتوني جدا جدا يا ربي تكونوا كلكم بخير ان شاء الله النهاردة نحل مع بعض تدريبات درس الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة في العمل الوطني وقبل من يبتدي نعمل لايك للفيديو شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس لكل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله نسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم ويبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السؤال رقم واحد اختروا الإجابة الصحيحة من ما بين القوصين وانشأ في عهد محمد علي المجلس العالي وقعت مسؤولية السلطة التشريعية على مجلس الأمة منذ عهد مين منذ عهد جمال عبد الناصر تم إقرار مبدأ مبادئ التعددية الحزبية وفق الدستور الدائم 1971 في عهد الرئيس محمد أنور السادات صدر دستور 1956 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الدولة هو رأس السلطة التنفيذية التي تضم الإدارة المحلية والحكومة يمثل حالين السلطة التشريعية في مصر بيمثلها مجلس النواب تم إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات عام 1873 استجابة لدعوة جميلة حافظ نحن نسا في رقم سبعة تم إنشاء أول مدرسة لتعليم البنات عام 1873 استجابة لدعوة مين؟ رفاعة التهطوي يبقى أول مدرسة إنشاءت لتعليم البنات كان استجابة لدعوة رفاعة التهطوي تأسست الصحافة النسائية في مصر عام 1907 على يد جميلة حافظ أول وزيرة للشؤون الإجتماعية في مصر عام 1962 هي حكمة أبو زيد شاركت المرأة في الحياءة النيابية وشغلت نقاط منصب رئيس اللجنة التشريعية ومجلس الشعب أمال عثمان أشهر الوزارات التي ارتبطت بالمرأة المصري في بداية تتوليها الحقائب الوزارية هو وزارة الشؤون الإجتماعية تم تدعيم دور المرأة في العمل النقابي بعد صورة 23 يوليو 1952 بعد صورة 23 يوليو 1952 استطاعت المرأة الدفاع عن حقوقها ومكانتها في بداية القرن العشرين عن طريق الصحافة برزت المرأة على الساحة السياسية لأول مرة منذ صورة 1919 السؤال رقم 2 أكمل لبارات التهلاي بالكلمات المنسبة أنشأ محمد علي مجلس المشورة بموجب دستور عام 1956 تم التشكيل مجلس نقط عام 1957 مجلس الأمة في عهد الرئيسي السادات صدر نقط لمصر في عام 1971 صدر الدستور الدائم لمصر في عام 1971 السؤال رقم 3 أكتب كلمة صوب أمام لبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام لبارة غير الصحيحة مع التصويب أنشأ محمد علي مجلس نيابية استشارية لا سلطة لها الإجابة صحيحة أضغط ثورة يليو 1952 دستور 1923 الإجابة صحيحة أفقد ثورة 23 يليو 1952 على الأحزاب السياسية القائمة آنذاك الإجابة خطأ بدل أفقد أقول ألغط ثورة 23 يليو 1952 الأحزاب السياسية القائمة آنذاك أشيل كلمة أفقد وأقول ألغط صدر عام 1956 أول دستور لمصر بعد ثورة يليو 1952 الإجابة صحيحة خلق دستور 1971 من النصوص تسمح بتكوين وتعدد الأحزاب السياسية في مصر الإجابة خطأ أقول أكد دستور 1971 على إكرار مبدأ التعددية الحزبية يبقى أكد دستور 1971 على إكرار مبدأ التعددية الحزبية دي كده تصحيح العبارة رقم 6 شاركت المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية منذ ثورة 23 يليو 1952 الإجابة صحيحة حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشح لأول مرة في دستور 1956 الإجابة صحيحة من أنشطة منظمات المجتمع المدني توفير من يحقق الوحدة الوطنية الإجابة صحيحة السؤال رقم 4 لمن تنسب الأعمال التاريخية الآدية أنشأ مجلس شورى النواب عام 1866 الخديوي إسماعيل أنشأ أول مدرسة لتعليم البنات 1873 الخديوي إسماعيل رقم 3 أصدرت أول مجلة نسائية مصرية الريحانة لتعليم البنات 1907 جميلة حافظة عينة عائشة راتب وزيرة للشؤون الاجتماعية من 1971 الرئيس محمد أنوار السادات أكتب ما تدل عليه كل عبارة من العبارات الاتاية وثيقة قانونية رسمية صدرة عام 1971 تم من خلالها إرساء مبدأ سيادة القانون هو الدستور الدائم قيام الشعب بانتخاب ممثلين لإدارة شؤون الحكم في البلاد وسن القوانين ومراقبة أعمال الحكومة نيابة عنه ديمين الحياة النيابية رقم 3 الوصيق الرسمية التي تحدد نظام الحكم في الدولة الدستور يطلق على المجالس النيابية التي تتولى السلطة التشريعية في الدولة بيطلق عليها إيه البرلمان إحدى سلطات الحكم في مصر وتتكون من الحكومة والإدارة المحلية دي السلطة التنفيذية دي السلطة إيه حبيبي السلطة التنفيذية أول مدرسة لتعليم البنات أنشاءها الخديوي إسماعيل عام 1873 المدرسة السنية جمعيات المجتمع المحلية والمنظمات الغير الحكومية والنقابات العملية والمجتمع والجمعيات الخيرية وغيرها دي منظمات المجتمع المدني بما تفسر عدم موجود حياة النيابية حقيقية في عهد محمد علي ليه أبطال؟ هقول لأن محمد علي أنشأ عدة مجالس استشارية لسلطة لها هو منها مجلس المشورة والمجلس العلي بما تفسر قيام فئات الشعب باختيار ممثلين لهم في المجالس النيابية هقول إيه؟ واحد لكي يقوموا بالنيابة عنهم في إدارة شؤون الحكم في البلاد اثنين سن القوانين ثلاثة مراكبة أعمال الحكومة ثاني بقى هقول لكي يقوموا بالنيابة عنهم بإدارة شؤون الحكم في البلاد ويسن القوانين ومراكبة أعمال الحكومة بما تفسر أهمية الدستور للدولة ايه هي اهمية الدستور للدولة لانها الوثيقة الرسمية التي تحدد بتحدد ايه واحد نظام الحقم في الدولة وتحدد اتنين شكل التخصصات شكل واختصاصات المؤسسات الدستورية المختلفة تاني هقولي حبيبي لانها هي الوثيقة الرسمية التي تحدد واحد نظام الحقم في الدولة اتنين تحدد شكل اختصاصات المؤسسات الدستورية المختلفة بما تفسر أهمية الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية عام 1971 أهمية الدستور الدائم عام 1971 لمصر هقول إيه لأنه أكد على لأنه أكد على 1 سيادة القانون 2 استقلال القضاء 3 إقرار مبادئ التعددية الحزبية والنقطة اللي بعد كده كان صدور الدستور 1971 من إجراءات تهيئة وإعداد الجبهة الداخلية قبل حرب أكتوبر 1973 لا يتوسبين يعني أنا هكتب أربع النقاط دول النقطة الثلاث نقاط دول والنقطة الرابعة دي بما تفسر إصدار أول مجلة نسائية مصرية في فبراير 1907 ليه يا حبيبي أقول لكي تتبنى القضايا النسائية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها داني لكي تتبنى القضايا النسائية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها ما النتاجة التي ترتبت على إدراك الدولة المصرية مكانت المرأة في الفترة من 1900 81 حتى الآن ترتب على ذلك إنشاء المجلس القومي للمرأة أول كده ترتب على ذلك 1. إنشاء المجلس القومي للمرأة و 2. تقلدت بعض الوظائف والمناصب المختلفة ترتب على ذلك إنشاء المجلس القومي للمرأة وتقلدت بعض الوظائف والمناصب المختلفة من نتاج المترتبعة على صدور دستور 1923 بالنسبة للحياة السياسية ترتب على ذلك حرية تكوين الأحزاب السياسية 2. إنشاء مارلامي ومثل السلطة التشرعية والذي يتكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ ما النتاج المترتبة على صورة 23 يوليو بـ 52 بالنسبة للحياة النيابية ترتب على زركة حبيبيه 3 نقاط مهمين رقم 1 إلغاء دستور 1923 2 حل الأعزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الصورة رقم 3 صدر أول دستور لمصر بعد الصورة وهو دستور 1956 والذي نص على أن السلطة التشريعية تكون في يد مجلس منتخب وهو مجلس الأمة ومجلس الأمة حاليا بيسمى بمجلس النواب الذي تشكل في يوليو 1957 ما النتاج التي ترتبت على صدور دستور 1956 بالنسبة للمرأة في مصر ترتب على ذلك أن حصلت المرأة على حق الانتخاب والترشع في دستور 1956 فأصبحت عضوا بالبرلمان المصري دلل تاريخيا على صحة كلها برامي مات اختلفت مظاهر السلطة التشريعية في دستور 23 عن مظاهرها في دستور 1956 نركز ما يا حبابي هو نقول كده ايه؟ حيث تضمن دستور 1923 او هقول ايه؟ حيث صدر دستور 1923 والذي تضمن إنشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية والذي تكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ ده بالنسبة لإذا تضمنوا دستور 23 أما دستور 1900 بقت الإجابة أما دستور 1956 أما دستور 1956 نص على إن السلطة التشريعية تكون في يد مجلس منتخب وهو مجلس الأمة اللي هو مين؟ مجلس النواب حاليا تدل أحداث صورة 1919 على وجود تطورا ملحوظا في دور المرأة المصرية بالمجتمع حيث شاركة المرأة إلى جانب الرجل في المظاهرات عقب نفي سعد زغلول مارس 1919 بصورة لم يعهدها المجتمع المصري من قبل دلل يعد عام 1923 تاريخا فاصلا في تطور الحياة النيابية في مصر حيث صدر دستور 1923 والذي تضمن حرية تكوين الأحزاب السياسية إنشاء برلمان يمثل السلطة التشريعية والذي تكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ دلل تقوم منظمات المجتمع المدني بدور مكمل للعمل الحكومي حيث تعد هذه المنظمات عناصر فاعلة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية وتضح ذلك من خلال الأنشاطة التي تقوم بها ومنها تسكيف المواطنين وتعرفهم بيئة الحقوق السياسية كالتسويت والانتخاب والترشح للمناصب السياسية اتنين توضيح علاقة المواطن بالدولة وكيفية التعبير عن حقوق وواجباته رقم 3 توفير مناخ وحقق الوحظة الوطنية من خلال توعية الأفراد بنبزء العنف تدعيم السياسة العامة للدولة ومواقفها من القضايا الدولية زي حظر استخدام الألغام الأرضية محاربة الإرهاب وحماية البيئة ماذا كان يحدث إذا تخلت الدول عن وضع الدساتير طبعا احنا قلنا قبل كده أن سؤال ماذا يحدث إذا ده بنكتب فيه عكس الحقيقة أو عكس الوقائع اللي حصلت فإيه اللي هيحصل لو كانت الدول تخلت عن الدساتير هقول إيه هنفي الجمل اللي عندي رقم 1 لن يكن هناك شكل محدد لنظام الحكم في الدولة النقطة الثانية لن تحدد شكل واختصاصات مؤسسات الدستورية المختلفة يبقى أول حاجة لن يكون هناك شكل محدد لنظام الحكم في الدولة اتنين لن يتم تحديد شكل واختصاصات المؤسسات الدستورية المختلفة ما العلاقة بين ثورة 23 إلى 1952 والحياة النيابية في مصر حيث قامت الثورة بإلغاء دستور 1923 وحل الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل الثورة وصدور أول دستور لمصر بعد الثورة وهو دستور 1956 والذي نص على أن سلطة التشرية تكون في يد مجلس منتخب وهو مجلس الأمة ومين مجلس الأمة؟ اللي هو مجلس النواب حاليا السؤال رقم 11 رتب الأحداث التاريخية القاتلة من الأقدم للأحداث من الأقدم هيكون أقدم حدث هو إنشاء مجلس المشورة والمجلس العالي بعد كده إنشاء سلطات الاحتلال البريطوني لمجلس شورة القوانين والجمعية العمومية رقم 3 تكوين البرلمان المصري من مجلس النواب ومجلس الشيوخ رقم 4 إلغاء ثورة 1952 للأحزاب السياسية القائمة رقم 5 صدور الدستور الدائم لمصر الذي أكد سيادة القانون واستقلال القضاء السؤال الرقم 2 هنرتب الأحداث برضو من الأقدم إلى الأحداث هو أقدم حدث هو إنشاء مجلس شورة النواب كان سنة كام 1866 وثاني حدث هو تشكيل لجنة الوفد المركزية للسيدات كان سنة 1920 بعد كده التحق المرأة بالجامعة المصرية وده كان سنة 1928 وآخر حدث هو إنشاء مجلس الأمة 1957 السؤال رقم 12 يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة لتعزيز فرص المرأة والكفاح من أجل الحصول على الحقوق السياسية والاجتماعية في دولة براءة السبقة أكمل الجدول التالي الذي يوضح مراحل حصول المرأة على حقوقها السياسية والاجتماعية في مصر في الخانة الأولى مرحلة ما قبل صورة 1919 أنشأ الخديوي إسماعيل أول مدرسة لتعليم البنات عام 1873 وهي مدرسة السنية مرحلة ما بعد صورة 1919 تشكيل لجنة الوفد المركزية للسيدات عام 1920 وانتخبت نقط ورئيسا لها انتخبت مين هدى شعراوي رئيسا لها في مرحلة ما بعد صورة 23 يليو 52 تقلضت المرأة المناصب الوزهرية فكانت حكمة أبو زيد أول وزيرة للشؤون الاجتماعية أول وزيرة للشؤون ايه الاجتماعية شغلت الدكتورة أمال غثمان مجلس منصب رئيس اللجنة التشريعية فين؟ بمجلس الشعب بمجلس الشعب حدد مقترحاتك لكي يتم تدعيم مكانة المرأة المصرية في المجتمع رقم واحد زيادة نسبة التمثيل النيابي للمرأة في الحياة النيابية اتنين زيادة تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة المعيلة ثلاثة زيادة برامج الضوايا في الإعلام والمدارس عن دورها في المجتمع مرت الحياة النيابية في مصر بمراحل عديدة من حيث المسمى أو الصلاحيات في دو هذه الابرة أجابة ماتي أحدد أهم المجالس النيابية في عهد كل المهن محمد علي والخديوي إسماعيل في عهد محمد علي أقول أنشأ محمد علي عدة مجالس استشارية لسلطة لها مثل مجلس المشورة والمجلس العالي أما أهم المجالس النيابية في عهد الخديوي إسماعيل أنشأ إسماعيل مجلس شورى النواب في ديسمبر 1866 اتنين حدد الأثر الإيجابي لدستور 1971 على الحياة الحزبية بمصر حيث من مبادئ دستور 1971 إقرار مبادئ التعددية الحزبية حيث من مبادئ الدستور الدائم 1971 إقرار مبادئ التعددية الحزبية السؤال رقم 14 اختر الإجابة الصحيحة من مبادئ القوسين ارتبطت محاولات تطوير دور المرأة في المجتمع المصري في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي بإنشاء المدارس النسائية تزامن القاء القبض على سعد زغلول ونفيه لجزيرة ملطة مع إيه بروز دور المرأة في الكفاح الوطني أهم ما حمل لوقت حرير المرأة المصرية في بداية القرن العشرين الميلادي هو الصحافة النسائية بالرغم من إنشاء محمد علي لمجلس المشور والمجلس العلي إلا أن ذلك يعد تعبيرا عن الحكم المطلق حد مدى مصدقية كل عبارة من مات ساهمت المرأة المصرية بدور واضح في الصحافة منذ العقد الأول من القرن العشرين الميلادي العبارة طبعا صادقة ساهمت المرأة في تأسيس صحافة النسائية تتبنى القضايا النسائية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها حيث ظهرت أول مجلة نسائية مصرية هي الرحانة في فبراير 1907 والتي أصدرتها جميلة حافظ يبقى الثاني هو الساهمة العبارة الصادقة ساهمت المرأة في تأسيس صحافة النسائية تتبنى القضايا النسائية وتدافع عن حقوق المرأة ومكانتها حيث ظهرت أول مجلة نسائية مصرية هي الرحانة في فبراير 1907 والتي أصدرتها جميلة حافظ يتمركز دور منظمات المجتمع المدني المصري في تقديم الدور الاجتماعي دون غيره العبارة طبعا غير صادقة حيث تعد هذه المنظمات عناصر فعالة في تقديم الخدمات الاجتماعية وكمان تنفيذ برامج التنمية ويتده ذلك من خلال الأنشاطة التي تقوم بها ومنها تدعيم السياسة العامة تدعيم السياسة العامة للدولة ومواقفها من القضايا الدولية مثل حظر الألغم الأرضية ومحاربة الإرهاب وحماية البيئة يعني معنى كده أن المنظمات المجتمع المدني دورها مش بيقتصر بس على الدور الاجتماعي فقط لكن ليه كمان دور دولي السؤال رقم 16 بما تفسر أهمية الحياة النيابية للشغب هقول إيه رقم 1 إدارة شؤون الحكم في البلاد أول حاجة إدارة شؤون الحكم في البلاد بما يخدم مصالح الشعب 2 سن القوانين التي تحمي حقوقهم رقم 3 مراقبة أعمال الحكوبة نيابة عنهم رقم 17 استنتج الأهداف الإنسانية أنا رحت جبت صفحة تانية خالص بعتذر عن كده هقول رقم 17 حدد وجه الشبه بين إيه هو وجه الشبه بين الحياة النيابية في عهد محمد علي وعصر الاحتلال البريطاني لمصر إيه وجه الشبه بينهم هقول يا حبابي أوجه الشبه بينهم هقول إيه حيثو أنشأ بقى هقول حيثو أنشأ كل من محمد علي والاحتلال البريطاني هزود كده كلمة الاحتلال البريطاني يبقى حيثو أنشأ كل من محمد علي والاحتلال البريطاني مجالس استشارية لا سلطة لها وهي مجلس المشورة والمجلس العالي في عهد محمد علي أما في عهد الاحتلال كان مجلس شورى القوانين والجمعيات العمامية تاني هقول السؤال ده هقول حيث أنشأ كل من محمد علي والاحتلال البريطوني عدة مجالس استشارية لسلطة لها منها مجلس المشورة والمجلس العالي في عهد محمد علي ومجلس شورى القوانين والجماعية العمومية في عصر الاحتلال البريطاني مع العلاقة بين استعدادات مصر الحرب اكتوبر 73 وتشكيل الحياة النيابية في مصر او شكل الحياة النيابية في مصر العلاقة ايه هقول حيث كان صدور دستور 1971 من اجراءات تهيئة واعداد الجبهة الداخلية قبل حرب اكتوبر 1973 من من ساهم في تطور الحياة النيابية بمصر في عهد السادات حيث اكدت دستور على سيادة القانون واستقلال القضاء واكرار مبادئة تعدادات الحزبية تاني هقول حيث كان صدور دستور 1971 من اجراءات تهيئة واعداد الجبهة الداخلية قبل حرب اكتوبر 1973 من من ساهم في تطور الحياة النيابية بمصر في عهد السادات حيث اكد على سيادة القانون واستقلال القضاء واكرار مبدأ التعدادية الحزبية حدد اوجه التنوقض او الاختلاف يعني بين المجالس النيابية في مرحلة الاحتلال البريطوني يعني قبل وبعد دستور 1923 هقول قبل دستور 1923 كانت المجالس استشارية لسلطة لها زي ايه مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشرعية يبقى كده اكتب كده هقول حيث قبل دستور 1923 كانت المجالس استشارية مثل مجالس شورى القوانين والجمعية العمومية والجمعية التشرعية اما بعد دستور 1923 بعد الدستور تم الاقرار بوجود سلطة تشرعية وهو انشاء برلمان يمثل السلطة التشرعية والذي يتكون من مجلسين مجلس النواب ومجلس الشيوخ يبقى بعد دستور 1923 تم انشاء برلمان يمثل السلطة التشرعية والذي يتكون من مجلسين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ وبكده حبيبي نكون انتهينا من حل أسئلة درسنا النهاردة أتمنى يا رب أن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح ولو استفدتم الفيديو يضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر جلس لقل عشان يوصلكوا كل جديد بأمر الله وألقاكم في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته